هو الأعظم هو الأعظم هو الأعظم والأغلى والأعلى والأنبل والأجمل والأهم والأخلد في تاريخ الفن المصري والعربي هو عادل إمام هو العادل وهو الإمام حقيقة الأمر وإحنا من احتفل بعيد ميلاد فنان العبقري الزعيم وهو زعيم حقيقي زعيم عروبي زعيم العرب زعيم بإجماع القلوب زعيم زعامة حقيقية لأنها بيتم اختيارها بالقلب والوجدان والعقل والحب مش بأي أداء من الأدوات الأخرى زعيم العالم العربي عادل إمام وسيد هذا الفن وأستاذه فن التمثيل وفن التشخيص لما احتفل ونحتفل جميعا بعيد بيلاده 17 مايو موليد 1940 هذا النجم العملاق هذا العطاء الفاره الهائل هذه المنحة الإلهية اللي قدمت إلى الثقافة وإلى الفن العربي والمصري والمصري هذا الهرم الذي بناه المصريون بأيديهم حبا هو عادل إمام ولما نتكلم عن عادل إمام لابد أن ننتبه أنه نحن نتكلم على قيمة إنسانية كبرى لما نحتفل بعادل إمام نحتفل بقيمة الفن في حياتنا والإبداع والفن والإبداع في حياتنا هو جوهرة هذه الحياة المتأمل حتى للقرآن الكريم إنه هذا الكتاب المنزه المنزل من الله سبحانه وتعالى يحمل لنا 143 قصة شايف الاهتمام الإلهي الرباني بأن يحكي لنا قصص البشر حياة وأحداث ودراما وعبر ومواعظ إنسانية تتجسد لكي نتعلم كي نتعرف حتى لما منشوف سيرة سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يجوب بالشعر أبدا ولم يتركه ولم يهجره بل الشعر اللي هو مخاطبة الوجدان والإنسان كان له أولوية كبرى وأهمية جبارة في الحياة من أول التسرية والترفيه إلى حتى النضال الديني إذن إحنا بنتكلم في أنه الوجدان اللي يمثلوا القصص والشعر اللي هو بعد كده يعني تاخد القصص والشعر واتطورهم بأطوارهم الطبيعية مع البشرية ومع الإنسانية وتطورها فهللاقي الفن والدراما والتمثيل والموسيقى والغناء ما هذه الحياة دي حوامل جوة البشرية جوة الإنسان دي الأشياء اللي بيرقى بها الإنسان دايما أنا أذكر مقولة لأحد أسدتنا الأفاضل المفكرين الأعلام اللي يقولك لن يدخل الجنة إلا فنان صحيح يدخل الجنة واحد لا يتذوق الجمال يعمل بها إيه يحسها إزاي لازم تكون فنان جوة الجنة اللي يشوف جمال الأنهار وهي تجري وتولي وجمال الخضرة وروعة وحتى جمال البشر الإنساني اللي جوة مين ده إذا لم يكن ذائقة الجمال اللي دي كيف يصبح رجل يشعر أو إبراءة تشعر بالجنة إذا ما كانتش فنانة أو فنان احتفاءنا بعاد الإمام هو احتفاء بالكاتب المصري الجلس القرفصاء التمثال العظيم اللي بيقول لنا قد يهي الضمير المصري كان موجودا من اللحظة الأولى في الإنساني احتفاءنا بعاد الإمام واحتفاءنا بالفلاح الفصيح الذي كان يخاطب الفرعون احتفاءنا بعاد الإمام واحتفاءنا بالإله ماعت إله الحكمة والفنون والعدالة ليه لأنه عاد الإمام هو ضمير الوجدان ضمير الإنسان المصري العربي منذ أول مشهد يظهر فيه عاد الإمام على خشبة المصرح وحتى الآن وحتى آخر لحظة فيه تاريخ الإنسانية الضمير العظيم ده اللي تكون هو موليد أربعين لكن كل تكونه الإنساني والاجتماعي والثقافي والفكري كان في فترة الخمسينيات والستينيات شبابه وصباه أو صباه وشبابه واللاحظ أنه هو صحيح ابن القاهرة لكن أصوله ريفية وراح بلده من ريفية وقعت بلده من ريفية فلم يكن قاهرية بالمعنى الصرف الأصيل بل بمعنى القاهرة الوافد من طمي الدلتة ومن طين مصر الذي ينبت منه زرع مصر وكنوز مصر وبشر مصر فعنده المزيج ده من اللحظة الأولى ثم ابن طبقة متوسط وابنه طبقة متوسطة دنيا مش متوسطة عليا الأب الموظف البسيط اللي في المحكمة واخد بالك يعني أبوه يعمل في محكمة موظف في محكمة كأنه قيمة العدل عن عدل الإمام مغروسة فيه مع نبت الأنامل فكرة الأب اللي بيروح لمحكمة فكرة القاضي فكرة المتهمين فكرة التعاطف مع المجني عليه وفكرة الانتصار للعداد شوف من اللحظة الأولى وهو ابن أحياء شعبية رحها وجهها سواء الحلمية أو ما قبلها طول الوقت هو فيه أحياء شعبية وأحياء شعبية فيها المزيج المصري بتاع أنها تبقى شوية حياء شعبي لكن فيها روح الطبقة المتوسطة أطرفها على حدودها الأحياء الغنية المؤثرية فيحصل هذا التمازج الرهيب من كل الأطياف والطبقات في حياة عدل الإمام وهو بيتكون وهو كمان عدل الإمام بيتكون بيكون في عصر مليان تحولات استعمار بيمشي الجلاء بيحصل عبد الناصر بصورة ويشارك هو جوه حمى هذه الأحداث كصبي وكشاب يندم على نصف ما فعل وقتها بطبيعة الحل ومنها مشهده العظيم عدل الإمام وهو يعلن ندم وعلى أنه شارك في هذه الجمهارة اللي راح تحاول الاعتداء هل عبد الرزاق السنهوري رئيس مجلس الدولة مدفوعين بزباط الأحرار ومجموعة اللي شغالوا مجموعة من المأجورين علشان يفسدوا على مصر دستورها ويفسدوا على مصر ديمقراطية شاف هذا الرجل الذي يعرف يعني عدل الإمام مش بس بقى جو الأجواء دي لا وكمان عدل الإمام مثقف يقرأ ويطلع وينشغل ومهموم بالوعي ومهموم بالأسئلة وبالمعرفة حاجة كده مش موجودة دلوقتي خالص عدل الإمام مش موجود دلوقتي خالص ك للأسف زعيم بلا وأستاذ ومدرسة بلا تلاميذ للأسف ليه لأنه هذا الرجل يبدو كأنه يعني رجل فريد في نوعه ورغم أنه كان يمنح الجميع فرصا ويعني ويحتضن الجميع موهبة إلا أنه ما ما خلناش نقدر نقول أنه نتلامس ربما يأتونا بعد ذلك لكن الآن هو فريد في نوعه إلى حد أنه لا يلامس أحد لا يطاول أحد لا يصل إلى قامته أحد لا يعرف ما يعرفه أحد إزاي الكائن ده اللي ثقف نفسه ثقافة بحد يش يقولك ده واستسف الجمعة ولا يدرس مخادرات لكن يقدر يقولك أنه يستطيع أن يحاضرك في الحياة ويستطيع أن يحاضرك في الثقافة ومسحة الوعي المصري الفطري اللي طورها بالمذاكرة وبالإراية وبمحاولات المعرفة وبالاحتكاج بالآخرين الاحتكاج بالمثقفين والاحتكاج بالمفكرين والاحتكاج بالسياسيين وفضل طول الوقت هو ممثل المواطن المصري مش ممثل السلطة المصرية وهاجي لك في المشوار وإحنا مع بعضنا لآخر يعني أفلام عاد الإمام طول الوقت هو النموذج المواطن المصري هو الممثل للمواطن المصري هو ابن هذا الوطن حتى لما بيبدأ أعماله المصرحية فأنا هو وهي ثم بعد ذلك منطلقة للعالم السينما ويعمل مجموعة من الأفلام الصغيرة أسف يعمل مجموعة من الأدوار الصغيرة في أفلام بدأ فيها أنه فنان كبير في أدوار صغيرة أجمل أفلام عاد الإمام في شبابه اللي كان بيقدم فيها أدوار صغيرة كان فيها كبيرا إلى حد مزهل خفة الظل المصري ثقل ابن الطبقة المتوسطة وعي الشاب تمرده زكوته كل ده متجسد في عدد من الأفلام الكثيرا جدا اللي هو من هو صغير جملته طبقة مثلا من أقول بلد شهادات دي بلد شهادات عادي الإمام أكتر نجم مصري هو الأول مش أكتر اللي يحفظ المصريون عنه الجمل والعبارات التي قالها على مدى حياته في أعماله الفنية حتى صارت مثلا شعبيا يعني كأن عاد الإمام صانع أمثلة شعبية عارف المثل الشعبي ده بتكون فأدي إيه في مية امتين تلتمية ربعمية خمسمية سنة عشان يعد يتراكم بممثل شعبي عادي الإمام صائغ أمثلة شعبيات قولي طبهم ده المؤلفين اللي كتبوها وإلك ومن الذي نطقها ومن الذي أحسها ومن الذي قدمها ومن الذي صاغها بإحساسه وروحه ووجدانه ومن الذي أبقاها وخلدها احنا عارفين حتى يعني على سبيل المثال بن قصين يعني أحمد شوقي أمير الشعراء ما كانش بيعرف يقرأ أو يتلو أو يعني يقول أشعاره ويعني ويعرضها على الناس ويغنيها بصوته للناس والعكس اللي كان بيقدر يعمله ده وخفظ برهي هو اللي كان بيقرأ شعر فأه يمكن للحنجرة بمشاعرها بعواطفها بتصدقها بإيمانها لكن كمان أنا عايز أقول وكمان عاد الإمام هو أيضا شريك في كل ما كتب وقدمه شريك بالملاحظة شريك بالكتابة شريك بالتجميل شريك بالتطوير فحتى هذه الأدوار الصغيرة كان عاد الإمام فيها كبيرا للغاية وصبورا جدا أيضا يعني قاعد فترة طويلة مش مستعجل البطولة الأولى حتى لما عمل بعض أفلام في أولي السبالية البطولة أولى رجع تاني يعمل أفلام جماعية حالة الصبر دي مش عام يجيبها منين يعني صبر وتؤدى عدم استعجال عدم تلهف إحساس أنه لسه بيجدر في نفسه يضع نفسه جزورا لسه بيكمل أدواته لسه ما حاندش اللحظة حاجة بديعة قعد من أول ما ظهر 63 أو 62 في أنا وهو وهي لغاية ما يبقى عنده 64 لغاية ما يبقى عنده المكنة والقدرة أنه في 74 وفي 75 يبقى بطل أول لكن يستمر برضه في أدوار شريكة ومشاركة يعني ممسل قعد تقريبا عشر اتناشر سنة ليعمل أدوار صغيرة تكون صورة هائلة لموهبة جبارة بسمها عدل إيمان ولعل ده الصبر والأنا والتؤدة وروح النمل ده ويعني هذه المشاعر أو هذه الحسيس أو هذه المؤهلات اللي تجعل منه عندما يقف عند المقعد الأول أو عند الصف الأول أو عند قمة الصعود لا يهبط أبدا لا يتردد ولا يتراجع ولا يهتز إطلاق ليه لأنه يعني وكأن عاد الإمام كان يصنع هرمة حجرا وراء الحجر حتى حين يصبح الهرم هرما ويصل إلى قمته يبقى سبعة آلاف سنة مما تعدون عاد الإمام هنا في الخمسينيات والستينيات خمسينيات صبي شاب ستينيات بيبدأ وهو أيضا في شبابه الأول مشروع بقى السينمائي والمصرحي والتمثيلي هو هنا عنوان لبلد عشان كده أنا بقول أن عاد الإمام سيرة وطن وحياة أمة زي ما هو ضمرها هو سيرة وحياتها ولما تعرض حياته وتطوراتها تشوف حياتنا احنا وتطوراتنا وواقعنا ليه لأن عاد الإمام لم يكن من اليوم الأول لليوم يعني المحتوم منفصلا عن واقعه أبدا بل شريك في الحياة مش ممثل منعزل أو مترفع أو منشغل أو متعفف عن الحياة اليومية أو شارد ماغه أو مشغول بالفلوس أو مشغول بالمغامرات أو مشغول بالنجومية أو مشغول بالمظهرية أو مشغول بمقدرات أو مشغول بجحليات طول الوقت مشغول بوطنه وبفنه طول الوقت لم يغب عن ذلك يوما عشان كده هو منخرط في واقعنا وعشان كده الإسلاميين بكرهوه طار الإسلامي يكره عاد الإمام يحارب عاد الإمام يحاول في التشهير عاد الإمام تشويش سيرة عاد الإمام الطعن في عاد الإمام لماذا؟ عموما إطار الإسلامي يعاد الفن صحيح إطار الإسلامي يعاد الفن علشان رأيه إن الفن نور وبهجة وتفكير وخضارة وكل دول أعداء للظلامية وأعداء للتطرف وأعداء للتزمت اللي هو بيعتقده دينا والدريء والدين بريء منه ومن اللي يخلفوه طيب وما ضد الفن لهذا السبب ضد الوجدان حتى ضد البهجة فلازم يقبوا ضد عاد الإمام يعني الطبيعي لا هم مش بس ضد عاد الإمام هم يعادوا عاد الإمام ويحاربون عاد الإمام ليه لأن عاد الإمام ليس فنانا عاديا ليس نجما عاديا حتى بمقدار كل النجوم الموجودين في حياتنا المصرية حياتنا المصرية مليانة كنوز من النجوم يعني أعظم ما تملكه مصر تقريبا هو ممثلوها وفنانوه حتى وقت قريب لكن عاد الإمام أمة عاد الإمام وحده ليه لأن عاد الإمام ليس مجرد النجم الأعظم بل وصاحب الموقف وصاحب الرؤية وصاحب الحرب هو الوحيد الذي أعلن الحرب هو الأول هل يجب أن أقول الوحيد هو الأول الذي أعلن الحرب على التطرف كفنان كان يمكن أن يسالمهم كثير أوي من الفنانين عملوا نفسهم مش من هنا أصلا كثير أوي من الفنانين انجذبوا لهم وتجروا في المتجرة بتاعة الطيار الإسلامي كثير منهم حتى الآن سلفيين سلفية محضة متأثرين بدعاوى التسلف والتخلف ورغب أنهم بيمرسوا في الفن وبيمشتغلوا في الفن إلا أنهم برأيهم من الفن خرام لا وانا بنتي لازم تتحجب لا وانا ابني ما يشتغلش في الفن زي اللي بيشتغلوا في السياحة وأقنعوهم إنها خرام فعايشين في صنف الشخصية ومع ذلك يقول آه أنا من النجمة الممثل ويسأل في التلفزيونات كأنه يعني الراجل مفروض فنانه بيدفع عن الفن يعني وهو مقرد سلفي بيشتغل ممثل ما يعني ده وظفته شغلنته لو لقاله حاجة تانية لو قالوا له تحجب واخد فلوس هيتحج وياخد فلوس ويسيب الفن عموما زي ما البعض عمل كده رجلا ونساء فعادي الإمام هو فجأة الإسلامي لو ايه لقوا أهم ممثل وأنجح ممثل وأعظم ممثل وأقوى ممثل هو اللي رافع سيفه في مواجهته وهو الذي يشير إليهم أنهم أعداء للوطن وأعداء للإنسانية وأعداء للدين من اللحظة الأولى ولم يكن هكذا فقط بل وكان من الشجاعة والقوة والبسالة والجرأة والرغولة والبطولة أنه سنة تمانية وتمانين راح في عقر درهم يواجههم لما جامعات الإسلامية اعتدت على فرقة مسرحية في قرية في أسيوت وضربوا الفرقة المسرحية ومنعوهم من العرض أظن كانت كودية الإسلام من القرية فقرر عادي الإمام أن يذهب إلى أسيوت ويعرض مسرحية وقتها في الوقت سيد الشغال متحديا للجامعات الإسلامية وكانت تحكم تقريبا أسيوت سنة تمانية وتمانين كانت تحكم مصر عموما لكن كانت تحكم أسيوت سنة تمانية وتمانين تقريبا بمعنى بمعنى أنه كان رئيس اتحاد الطلبة الإسلامية ورئيس الجامعة الإسلامية بيخش على رئيس الجامعة في أسيوت رئيس الجامعة يقفلوا ويددوا لهم أوامر تعملوهم وتعملوش إيه ده كان اللي بيحصل في تمانية وتمانين في أسيوت وغيرها من بقاع مصر عادي الإمام بهذا القلب الشجاع والضمير الوطني العظيم قرر أن يروحها يعرض ويحصل اللي يحصل وهو مهدد بالقتل كما غيره من الأسباء التي كانت موجودة على قوائم الاختيال وكما يعني بعدها اختيال فراكفودة وبعدها محاولة اختيال نجيم محفوظ وغيرها من محاولة اختيال يتحدى عادي الإمام ويروح ومش بس كده وفرقته بالكامل وقد أتاح لها أنها اللي عايز ما يجيش يا جماعة ما يجيش هو حر فكلهم يوفقوا في بطولة وشجاعة تحسب لهم جميعا ويطلعوا في قطر من القاهرة إلى أسوط يعبر مدن مصر قادي عادي الإمام رايح يواجه الإرهاب والراجل فيك ويتصداله فكان الناس بيخرجوا في المحطات يحيون يا عادي الإمام حانسك حديد وينزل عادي الإمام أسوط مش محتاج حرس الشعب يحرسه الناس تحرسه في مواجهة التطرف والإرهاب ويعمل مسرحيته وعرض واثنين وثلاثة ظن من كان يملك هذه الشجاعة من يملك هذا الموقف من يملك هذه الجرأة من يملك هذا الضمير من يملك هذه المصرية إلا عادي الإمام بعد الفاصل المتقيم إذا نعدنا حديث القاهرة وحدثنا اليوم في محبة عادي الإمام النجم الأعظم في عيد مينادة وخلينا نكلم عن عادي الإمام كممثل بقى هنا يعني خلينا نستحضر كأننا في معد التمثيل وعن السينما ونحكي معا عن أداء وعن شخصية وعن طريقة وعن أسلوب ممثل وعن تنوعه لأنه عادي الإمام أكتر ممثل في مصر إن لم يكن الممثل الأول تنوعا بمعنى إنه قام بمساحة متنوعة من الأدوار الرهيبة صحيح 126 فيلم أقدر أعتبر مجموعة الأفلام الصغيرة أو أدوار الصغيرة في الأولى في أول حياته وبرضه أنه أدوار تحوم حول تنويع واحدة لكن لما أشوف حالة التنوع الرهيب في شخصيات أفلام يعني من أول إنه مسك دور الشيطان يعني في الإنس والجن اللي هو دور جني إلى إنه وكمان نمثله بطريقة فيها صرامة وقتامة وحالة من حالات الخشونة والجفاف والجفاء مدي صورة في أداء منضبط خد بالك إن بيعمل الفيلم ده وسط مجموعة أفلام كوميديا المفروض إنه بيدحك حتى كمان فكرة إنه نجم كوميدي يعني أنا يعني أنزعج جدا وأتحفز للغاية إنه يتقال على عادل الإمام النجم الكوميدي عادل الإمام إيه النجم الكوميدي عادل الإمام دي طبعا الكوميديا حاجة عظيمة وراقية وراقعة وشيء رفيع المستوى وأعلى درجات حتى الدراما لكن عادل الإمام ما فيش حاجة اسمها النجم الكوميدي عادل الإمام النجم في كل شيء التنوع والتعدد وإحنا بنتكلم مثلا على دور الجن بنتكلم على كل الأدوار بنتكلم على دور الشيخ بنتكلم على دور الإرهابي بنتكلم على أدوار الصحفي على أدوار الزابط على أدوار اللص والقرامي على أدوار الموظف على أدوار الشاب الجامعي على أدوار الأب على أدوار الوزير على أدوار المسؤول على أدوار العسكري كل الأدوار تنوع هائل عشان اللي بيقول عن عاد الإمام إنه ممكن يكون نجوميته أصلا غالبة مش هكسمها نجوميته غالبة لا موهبته العظيمة المتنوعة الغنية الثرية هي العملت كل هذا الأداء خد بالك ونحن نتكلم عن عاد الإمام فيه فيلم من أفلام الكوميديا بتاعته شوفوا احنا نتكلم على مجموعة أفلام المواطن النصري اللي بيواجه الحياة وصعوباتها بطيبة وبسازاجة ومضحك عليه رجب فوصاح الساكن شعبان تحت الصفر حتى لو هنتكلم على دور عبد رشال سيف فيه مجموعة أفلام كده عاد الإمام القرى والسازج الريف اللي بتضحك عليه المتسول كل ده بنتكلم على الفلاح حتى أداءه للفلاح واستخدام لهجة معينة من منطقة جغرافية معينة في مصر عشان يعتمدها طريقة في التمثيل وفي التشخيص بيقدم الشخصية دي شوف أدواره اللي فيها هذه المحاكاة مع المواطن المصر البسيط المتحك عليه السازج اللي مش عارفوا العدادة بتحسب دي حالة لما حتى الأفلام اللي بيسافر بها برة فيحصل الصدمة ما بين الريف السازج وأضواء أوروبا وعالمها لما تشوف حتى الأفلام دي تلاقي أفلام اللي كان بيترفع على نقاض اليسار أمية أصحابه أصدقاء وكان يلومهم وكانوا يلومونه يعني ويعتمون عليه إزاي تعمل الأدوار دي أدوار مهمة للغاية في شرح وجرح المجتمع وقته الفلاح اللي بيسيب أرضه ويتخلى عنها الهجرة برة الريف كل دي قيم كل دي أمور إزاي ما الكفتوش إليها ليه لنمع ملبصة إنها معمولة بروح ودودة بسيطة تقليدية لكن عميقة جدا في بساطتها وعميقة جدا في برائتها المتسول وتقديم عالم التسول في المجتمع والفيصام ما بينه أنه عايز يبقى محترم ومش عارف يبقى متسول والصراع ده عاد الإمام في مثل هذه الأدوار تعالى قرنها بأدوار أخرى يبدو فيها عاد الإمام بأداء مختلف ومغير كليتا 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 زي ما بقولك لما بنتكلم على أفلام من نوع الغول المشبوه ده حاجة تانية خالص نوع آخر من الأداء والتحدي نوع آخر من التمثيل والتلون واللي بيبقى فيه هو بينمي في الفترة بعد فترة تفلاح السازك دي نمى فكرة الشاب الصايع الصعلوك اللي لابس البدلة جينز وبيواجه الحياة بشطرته مهارته فهلوته فهلاقي بقى من ده شوية هلاقي من ده يعني مساحة من الأفلام اللي بلعبها عاد الإمام في الإطار ده في إطار انه بيقدم صورة جيل في الفترة دي غير جيل يعني طول الوقت يقولك جمهور الحنفيين كان بيطرجوا على الأفلام بتاعت عاد الإمام وهو ايه الغلط في ده يعني النقاد اللي كانوا بيقولوا أصلوك استفاد من سينما الانفتاح ومن الانفتاح الاقتصادي ومن الجمهور اللي كان ظهر وقتها من السباكين وصناعية المشعار في الرخام ومشعار ايه ده أولا كلام فتة عالي وترفع على المواطن المصري واحتقار ويعني واستعلاء على مهن شريفة ومحترمة الحرف المصري وقتها على الأقل كان من أهم الحرفين في الوطن العربي قبل من الحرفة نفسها تتراجع ونب حالتنا طين لكن في الحرف الحرف بقى ايه وانه أصله اتخلق مجموعة من الجمهور المهمشين اللي بيحب اللي بيتفرجوا على عاد الإمام برضو ايه الغلط في ده يعني ده مش قطعات في الشارع المصري والشعب المصري وابناء الشعب المصري وجمهوره ايه الغلط اللي في الحكاية دي لما يبقى المقارنة كانت انه عاد الإمام مدرسة فؤاد المهندس لنجيب الرحاني بتاعة الطبقة الوسط طب هو مين قال لك انه الصناعية ما كنش يتفرجوا على الفؤاد المهندس ومين قال لك انه الحرفيم ما كنش settفرجوا على الجيب الرحاني واي فرق كبير جدا بين المدرستين من جيب الرحاني وفرعه آآ فؤاد المهندس وبين مدرسة عد الإمام المستقلة أولا في التنوع والتعدد عد الإمام لما يكون نجمة كوميديا فقط عدد الأفلام اللي مسلها والمطلاط اللي عملها والتلمونات اللي عملها طريقة الأداء والشخصية الثقافة والمعرفة والتواصل مع السياسة غير اللي عمل عمر حاني لم يشارك هو فؤاد المهندس في عالمهم في واقعهم بانخراط في مواجهة سياسية اللي هم ربما إلى تجربة مريرة عجيبة جدا حاصل السيد فؤاد المهندس في مظاهرات 18 و 17 يناير لما كان نركب عربيته ولقى حالات تخريب في المظاهرات والناس قاعدة تكسر وتعمل فهو يبدو بقى أنه يعني مستندا إلى نجوميته العظيمة وهو الأستاذ العظيم والمحبوب تقريبا من كل أطياف الشعب المصري فنزل من العربية يحاول يقنع الشباب اللي بيكسر ويخلع ده إنه عملش كلام ده فحاولوا يعتادوا عليه وربما يعتادوا عليه ويعني ونسأل قضيته منهم وركب للعربية ورجع آسفة جدا للتجربة المريرة اللي مر بيها دي لكن في المحصلة عادي الإمام وعي من منطقة تانية خالص مش بطريقة الفن اللي فيه مرغم أني نجيب رحاني أستاذ الأسدزة ورائد الرواد لكن عادي الإمام التلون والتعدد والشخصيات اللي نعيبها أنا نجيب رحاني أعمل سبع أفلام أول عن آخر فهذا المهندس فضل يعني في دور الموظف المتوسط والطبع المتوسطة دي كل أعماله تقريبا إلا مناظر عادي الإمام مروحة وسعة جدا من الأداءات وعمق كبير قوي في التمثيل الدرامي وكمان هو تمتع بأنه فتى أول وهذا لم يتمتع به في هذا المهندس ولا نجيب الرحاني ونقى للممثل الكوميدي وده الفرق الكبير بينه بين الرحاني في هذا المهندس نقى للممثل الكوميدي إلى النجومية الشاملة مش إلى النجومية المتعلقة بالدور المضحك أو الضحك فعادي الإمام عمل أفلام كمان مثل فيها دور المواطن الفرد في مواجهة قصوة المجتمع وعنف المجتمع ويعمل إيه خد بقى ده كله من أول يعني يمشي معاك حنف الأبهة يمشي معاك مجموعة من الأدوار اللي هو قتل ما قتلش حد عصابة حمدا وتوتو كل بقى مجموعة اللي هي الحالة بتاعة الأفلام المواطن اللي قدامه تحدي هائل وإزاي بحلته بجدعنته بصبره بتضحيته يعدي ويتجاوز ده لكن تلاقي مجموعة أخرى من الأفلام خصوصة في التبانينات وأننا أتكلم عن عدل الإمام هنا أتكلم على كل الكتاب العظام اللي اشتغلوا معنا سيز عيدل وأتكلم على كل المخرجين العظام اللي اشتغل معه من سيز عيدل وياللي كانوا مع بعض نايرة من الإبداع نايرة وحلقة من الإبهار الفني على مختلف المستويات سواء في الأفلام الكوميونية أو في الأفلام غير الكوميونية لما تلاقي عادل امام في الهالفوت مع سامير سيف وهو الشاب المتلعث من يعاني من الزكاء محدود وازاي شوف وحيد حابد في الفيلم ده عمل حاجة جبارة فكرة السلطة فكرة القوة والفتوة فكرة انه عندما تملك القوة فانت تملك الاحترام وده شيء في مجتمعات تحصل على حقك فيها او على وجودك بالفتوة بالعنف ده معنا ليس سهلا ولما عادل امام بيعمل في الدور ده بيقدي بشكل النقلات بتاعة الشخصية بشكل بديع بما فيه الجمل المتعثرة المتلعثمة غير الواضحة في الشقة او في التلت الاولاني من الفيلم ثم بعد شوية لما بيسترد ويستعيد قوة وممكنة وسلطة الجمل تتضح اكتر الصوت يبقى واخد مساحة من الوضوح والفتوانة اكتر الجمل اللي بتنكسر تتلم اكتر وتبقى مسكة حروفها ومسكدة نجمتها كل ما كان يفعله عادل امام مدروس في الشخصية سواء به او بالمغرج او بالمؤلف معاه لكن بقولك في مجموعة افلام بقى عادل امام في التمانينات ومعها فكرة الجامعات الاسلامية وظاهر العنف في المجتمع بنمر المجموعة من الافلام ساهمت بقى في انتقال اخرى عند عادل امام الافلام اللي من نوع سلام يا صاحبي كيف برضو ينتقم لا اصول اجنبية طبعا بعض هذه الافلام حتى مسجل خطر حتى لكن كمان تشوف الغول وهو من الافلام العظيمة جدا تلاقي الصحفي عادل عيسى اللي في نهاية الفيلم بالسطور بيقتل فهمي ناشد اظن بطل الفيلم اللي هو سيد فريد شاو نموذج الرجل الاعمال الفاسد الايه وحتى فريد شاو ايه بقول مش معقول مش معقول وهي الجملة التي نسبت للرئيس السادات في لحظة الافتياج لكن كمان بعدها تلاقي حب في زنزانة يفتح السطارة الجميل راتب ويقتلوا هالاعتبار انه رجل الاعمال الفاسد اللي يستحق القتل مجموعة من الافلام قدمة وعلى غير يعني نفس يعني احنا عندنا تنوع من الكتاب عندنا رحيد حامد عندنا ابراهيم موجي عندنا يعني في الافلام دي اسماء عظيمة من اعظم كتاب مصر قاطبطا يعني ومع ذلك يبدو الحل الفردي واخد حقك بدراعك وبإيدك وبنفسك كأنه هو المعروض كأنه هو بتاع التمانينات تحصل افاقة شديدة جدا عند صناع السينما دولة لانهم مسقفين لانهم مسقفين لانهم وعيين لانهم لانهم ولاد بلدهم لانهم اصحاب عقول لانهم مش صناعية ولا تجار ولا بتوع نحتية ولا سبوبة ولا إلي ماشي اليومين دولة في السوق لا لانهم مساحة وعي هائلة ورهيبة عندهم ولانهم مثقفين جايين من منطقة المعرفة والثقافة ومعظم المؤلفين اللي شارك معاهم السيد عدل الإمام جايين من باب الأدب يعني كانوا أدباء ومؤلفين قصص قبل حتى ما يشتغلوا رواياتهم أو يشتغلوا رواياتهم السينماعية يحصل نقلة تانية في مجموعة الأفلام بقى اللي حول فيها عدل الإمام كونه من بطل مهزوم وسازج في أفلام بيواجه الحياة إلى بطل بياخد حقه بدراعه وعارف يواجه العالم دي وانتقم منها من أول بقى سلام يا صاحبي من الفيلم المولد من فيلم حب في زنزانة من فيلم المشبوه من فيلم فيلم العظيم بتاع الأستاذ حب في زنزانة الأستاذ بريم الموجي والأستاذ محمد فاضل فيلم الغول بمجموعة بقى الأفلام اللي أنا هاخد حق بإيدي دي والعنف حلا إلى إنه ينقل لمجموعة أفلام تانية مختلفة فيها نقلة فكرية كبيرة ومهمة وهو الإحساس بإنه المجتمع في حالة من خطر العنف والإرهاب والتطرف استاذ عدل الإمام ليس أول من تناول ظاهرة الإرهاب والتطرف في السلمة المصرية بل ربما أول فيلم قدم فكرة الإرهاب والتطرف كان فيلم خلي بالك منزوز وفي صورة الأستاذ موحي اسماعيل هو جمعاء جمعاء دي التعصب الديني وإن كان ربما قبله بسنة كان فيه فيلم في منتقى الأهمية للأستاذ سعد عرفة اسمه غرباء كان مقدم التطرف الديني وكان إشارة إلى أنه التطرف الديني قادم وعنيف وهيرهق هذا الوطن ثم ثم كان فيه فيلم أيضا عن قصة للأستاذ اسماعيل ولي الدين وإخراج أحمد السبعاوي فيلم اسمه بيت القاضي بطولة نور الشريف وفاروق الفشاوي ومعلي زايد ومشو كار ومجموع ممثلين ده من الأفلام أول فيلم مثلا جاب لنا شخصية الإرهابي والإرهابيين وهم بيكسروا الأفراح وبيعتدوا وكاني أظن اللي آئين به ممثل علي عزب كان آئين بهذا الدور فدي أفلام أولى قبل ما الأستاذ عدي الإمام يخش في منطقة التطرف الديني ويقدمها كموضوع موجع جوه أعماله لكن ففي معالجة لدينا فيلم من أعظم الأفلام المصرية التي لا يمكن بأي حال من أحوال لتاريخ المصري الفني السينمائي يكتب إلا ويكون لهذا الفيلم اهتمام كبير جدا به وإن كان مظلوم مغدور ولا أحد يتحدث عنه فيلم إنقاذ ما يمكن إنقاذه للمخرج العبقري سعيد مرزوق هو فيلم نبوءة وكان يتحدث عن كل ما جرى وما سيجري المهم لكن الأستاذ عدي الإمام معه الوقع الرهيب بقى لحادثة السيود 88 ثم بعد ذلك ثم الموق بقى بياخده ضد التطرف بشكل كبير وواضح في مقولاته وتصريحاته ورحلاته وحواراته وأفلامه بقى ويبدأ معنا مع وقعة هائلة رهيبة أصرت بالتأكيد على الأستاذ عدي الإمام وعلى كل مفكري وكتاب ومثقفي وفنانين مصر الحقيقيين مش النحيتة وبتوع السبوبة وأكل العيش والكلام ده وما إلى ذلك وهي حدثة اختيال الكاتب والمفكر دكتور فارج فوتي هنا في لحظة بقى تحول كبيرة بتحصل أن العنف الذي بدأ وكأنه عنف فردي تعبير عن غضب وعن سخط في المجتمع بيتحول إلى عنف تطرف ديني وإرهاب مسلح ويطول الجميع وبيضرب المجتمع هنا بقى بنلاقي حالة سينمائية بيقدمها أستاذ عادل الإمام بداية من فيلم الإرهابي مع الأستاذ نادر جلال ومع الأستاذ الكاتب من الرحل العظيم لين الرملي واللي بيظهر فيه حتى شخصية فرق فودا الممثل القدير الأستاذ محمد الدفراوي الفيلم ده طبعا للذي لا يتذكر أحداث وأيامي يعني الفيلم ده عرض عرض خاص بوجود دبابات ومدرعات حوالين دار العرض السينمائية وتصاركت في هيلتون رمسيس لأنه كان فيه تهديدات بناس في السينما بمن فيها عشان تعرفوا يعني عادي الإمام هو يقدم فنه كان وفي وقت كان تطرف المسلح يرتع في مصر يرتع في مصر وعمليات الاختيال لا تتوقف للنهار فيجي ممثل بكل هذه الشجاعة والمطولة والقوة ويقرر يعمل الفيلم ده والفيلم ده تشريح حقيقي لقضية الإرهاب بل وبيقدم حل كمان يعني لهذا الممثل العظيم الفناني الكبير في الفيلم ده ضد الإرهابي ما هو لازم يغضد الإرهابي لكن في الفيلم ده بيعمل نقطة التحول بيقول إن الإرهابي لو احتويناه جوة أسرتنا عائلتنا ولو شاف مصر الحقيقية ولو عاش في واقع طبيعي مش هيبقى إرهابي بصرف النظر ده حل حقيق ولا لا لكن في الفيلم مطروح إن التحول والتغير اللي يحصل شخصية الإرهاب القاتل لما يخش الأسرة المصرية الطبيعية العادية اللي لها صدقات من المسلمين والمسيحيين اللي اللي حياة فيها قائمة على الحب والاحترام اللي ناس يعني يعني مش محل تكفير ولا تجريم ولا تحريم فإذا بيه هذا الفيلم اللي هو بقولك فيلم علامة لكن كمان خليني بقى شوف بعد كده بعد كده بالله عاد الإمام بيعمل النقلة بتاعت عاد الإمام المحمي البطل بتاعنا في الفيلم المحمي بالناس صوت الجموع ومع الجموع لو نفتكر كده مع بعض أفلام زي اللي عمل مع الكبار وربما اللي عمل مع الكبار كمان كان فيه إرهاصة إنه عاد الإمام وستاذ وحيد حامد طبعا شايفين إنه فيه جوه النظام المصري وقتها فيه جانب إصلاحي عايز يمدن البلد ويطورها ويعني ويعمل حرية وفيه جانب أمني قاسي فطول الوقت بدأنا نلاقي مجموعة الأفلام بتراهم على الجزء العائل المصلح اللي بوك يجيبك جوه النظام فهتلاقي حسين فاهمي في مواجهة مصطفى متولي اللي هما الاثنين في الأمن الدولي بس واحد منفتح متسامع آمن للبطل بتاعنا عاد الإمام والتاني قاسي عنيف هتلاقي السنائية دي موجودة بعد كده في مشروعاته في مشروعات كثيرة بعد كده لكن في الآخر هتلاقي عاد الإمام في أفلامه إرهاب والكباب المانسي في الآخر إيه آخرة الفيلم أي نهاية الفيلم إنه محمي بالناس إنه جوه الناس في الإرهاب والكباب كل اللي حصل ده وبقيه في الآخر لم يدان ليه لأنه خرج الجماهير خدته معاه سيد زحيد حامد الله يرحمه ويحسن إليه صحاني من النوم مرة أما أنا عملت حتة نهاية أبراهيم إيه ده رهيب كان منتعش جدا وسعيد للغاية وهو بيكتب لإرهاب والكباب واستدعاني كده عشان يحكيلي إيه بقى تفتكر الحل حصل إزاي وهو حكيلي بقى إزاي إنه هيخرجوا مع الناس حاجة بديعة فهتلاقي المشاهد دي كلها عدل الإمام في الإرهاب والكباب الأفلام دي اللي يعمل مع الكبار حتى النوم في العسل الظابط آه بس الظابط اللي واخد موقف برضو الإصلاحي اللي في الآخر بيخرج مع الناس هتلاقي في المنسي اللي في الآخر بيعد شريط القطر زاكية منسي واللي بيحميه الناس كل ده طبعا أسادزة بيكتبه أسادزة بيخرجه لكن فيه عملاق بيقود المشروع هو عدل الإمام فلاقي كل ده معناه إيه كل المجموعة الأفلام دي كل ده معناه إيه بتسعى إلى إيه إلى إنه البطل الفرد المثقف الإنسان الواعي المستنير الإيل يخش جوه حضن مجتمعه يحاول يغير والمجتمع ده يقبل هذا البطل المستنير البطل المتفاعل معاه لأنه بالمناسبة عدل الإمام يمكن أن ينطبق عليه بتعبير المفكر الإيطالي الشهير في لسوف الإيطالي نرى بشيه إنه المثقف العضوي يعني للنقابات التمثيلية في عصف النقابات الفنية عصف بحرية تداول السلطة جوه النقابات ومشاكل بيضاح صناع هذا القانون هتلاقي عدل الإمام في مظاهرات مع الفنانين ضد القانون عدل الإمام لابس أمصان ضد القانون وقفه في مراجان السينما عدل الإمام في مؤتمرات ضد القانون ويكلم في الميكروفون عدل الإمام في اعتصام الممثلين والفنانين عدل الإمام في مقتل فرق فودا في مقدمة المعزيين الجنازة ويغني بلاد بلادي ويقود الجمهور إنه يغني أو المعزيين أو المشيعين إنه يغني بلاد بلادي هتلاقي عدل الإمام طول الوقت في صدرت المشهة طول الوقت جوه الواقع ده غير بقى إنه تحصل أي حاجة ربما لا يعلمها الناس لكن يعلمها عدل الإمام في إنزل جوه الموضوع ما كانش يقعد في برج عاجي ولا كان أنا أنا دوري إن أنا أقدم أفلامه بس بالمناسبة اللي رأيه إنه يدوره إن أقدم أفلامه بس ده كويس برضه مش مش هنظر نقوله حاجة يعني فنان إنما عدل الإمام نوع آخر صبغة أخرى صنفة يروح معرض الكتاب يقول أراءه ويشتبك يقول أراءه الناس تختلف ما هو يقول إيه يعني أنه وافق على الأراءه طيب نروح للمنطقة التالتة بقى لعادل إمام ومجموعة أفلامه مع تلونه ومع تعدده ومع نضجه وإنضاجه ومع رسلته السينمائية ومع بقولك هذا الحجم الهائل من التنوع اللي يقوم فيه بدور الود محروز بتاع الوزير ويقوم بدور الوزير اللي يقوم بدور المحامي الأفاق في حسد سمال ويقوم بدور المحامي رطير الظلام مجموعة الأفلام اللي أقدر أقول عليها أفلام الشراكة بينه وبين الأستاذ وحيد حامد والأستاذ دير الرملي والأستاذ شريفة عرفة والأستاذ نادر جلال تستحق أن إحنا أستاذ أستاذ العظام نخرج إلى فاصل ونرجع أن نكمل ونواصل إذن عنا حديث القاهرة في ليلة عيد بلاد الزعيم الفنان العظيم عاد الإمام عاد الإمام وإحنا نتكلم على مجموعة أفلام بدأت في التجربة الدماركية مجموعة الأفلام اللي هي عليه اسم الجهة أمنية بدأ وكأننا أصاد عاد الإمام سلطة بمعنى إيه؟ بعدما كان هذا الرجل الممثل الشخص الشاب اللي بيقوم بأدوار طول الوقت في مواجهة السلطة وطول الوقت في ممثلاً من المواطن الضعيف المسكين الباقس السازج من أيام رجب وشعبان إلى الشاب المثقف الواعي اللي بيناهض ظلم ومعركة إلى الرجل اللي بياخد حقه بإيده من أول سلامة صاحبي لغاية حب في زنزانة إلى المواطن اللي جوه موجهة رهيبة هائلة مع التطرف والإرهاب وبيقدم واحدة من أعظم مجموعات أفلامه اللي هي الإرهاب والكباب والإرهابي واللعب مع الكبار وطيور الظلام والأفلام وحسن ومرقص طول الفترة دي وهو بيقدم مجموعة الأفلام دي مع الأسزتنا طبعاً الكبار الأعظام مؤلفين ومخرجين وبالذات الأستاذ وحيد حامل بيشرح السلطة وبيواجهها وبيودينها طول الوقت بيشرح السلطة وقتها وبيودينها وطبعاً مستغلاً هامش حرية واسع وممتد في السينما المصرية كان موجود لكل المبدعين وللصحافة وللدلية كان فيها مش حرية ربما لما يشعر الناس بأهميته إلا حين اختفى لكن في المحصلة استخدم واستغل عادل إمام ومجموعة المبدعين هامش الحرية دي في أنه يكشف تواطئ جوه النظام نفسه جزء الفاسد من النظام مع الإرهاب ولعلنا في طيور الظلام صورة واضحة ومهمة جداً في التعبير عندها وفي كل الأفلام تقريباً حتى زي ما أقولك اللي أعمل مع الكبار حتى الإرهاب والكباب كل الأفلام فيها فكرة أنه السلطة إما مش فهمة النواطن أو قمعاه أو ضغط عليه أو هتخليه مفجر في اللحظة في اللحظة دي وفي الأيام دي الأستاذ عدد الإمام وصاد مساحة حرية يشهدها كنجم كبير ويشهدها في البلد كلها وصحافة قاعدة تهاجم في الرئيس ومعارضة وكفاية هو الرجل عاش فترة عبد الناصر والسادات وعارف يعني إيه هذه الحرية التي نالها المثقف المصري أخيراً وإزاي إنه الإبداع تقريباً لم يحصل على درجة من درجات الحرية قد هذه الفطر وده ما كانش قصر على أفلام عاد الإمام لعلاقته بالدولة لا ده كان موجود في كل الأفلام موجود في كل الأعمال الدرامية والدرامية تحديداً حتى في التلفزيون المصري بوجود الرقابة الضارية اللي في التلفزيون المصري عز عليه تقريباً إنه يبقى ده موقف المثقفين إنه هم منزعيين من النظام ورفضينه وبيهجموه وبالنسبة للأستاذ عاد الإمام كمان مع السن مع درجة السن وأصبح في منطقة المفكر أو المحافظ وده وده طيار المحافظ ده موجود في كل الدنيا أو طيار محترم فأصبح رأيه قناعته إنه نغير يعني نشتغل في إطار التغيير الإصلاح التدريجي نستفيد من اللي موجود مش نخصمه مش نخصمه بالحدة اللي انتو بتعملوها دي ولعل ضار بيننا أحياناً حوارات من هذا النوع وكان ربما حتى وجه ليه أكثر من مرة في حوارات تلفزيونية كلام في هذه الفكرة يعني وده كلام مقدر جداً وربما يعني البعض الآن يدرك كم كان الرجل حكيماً في مقالة للطرفين لأنه ما كانش بيعتبر نفسه طرف صالح للسلطة أو بتاع سلطة لأنه كل نجاحاته وعمره وشاء عمره وكله جاي من انتماءه للناس وللجماهير غناه وثروته جاي من الناس والجماهير جاي من الرجل اللي بيدفع التذكرة مصرح أو سينما أو بيأجر شريط الفيديو أياميه كل ما فيه من عز وكل ما فيه من نفوذ وكل من محبة الناس مش من سلطة عاد الإمام لم يحصل على أوسمة من الدولة المصرية عاد الإمام الآن الذي يستحق قلادة النيل لم يحصل عليه بل الدولة المصرية تتناسى وتتجاهل عاد الإمام عاد الإمام هو هذا الهرم الفني العظيم اللي في الوقت ده بيستخدم ثقة له كهرم فني وإجماع المحبة عليه من كل الأطراف واحترام كل الأطراف أنه يعمل هذا التوازن طبعا فشل فشل أنه يقنعنا وفشلنا أنه نقنعه لكن استمر في مجموعة الأفلام اللي فيها رهان على أنه يمكن الإصلاح من الداخل وهنا بيظهر معاه بقى كاتب لساز يوسف معاطي وبيعمل لنا مجموعة من الأفلام اللي هو وزير بيحاول يغير في وزارته بيحاول يغير في أبنائه بيحاول يعلم أبنائه أنهما مش بولاد السلطة فنلاقي التجربة الدماركية هنلاقي كمان مع استاذ يوسف معاطي واحد من الأفلام اللي برضو فيها الصفرة في العمارة اللي فيها فكرة مواجهة الصهيونية والعالم بس ازاي وعلاقتنا بسرائيل هتروح فين وتيجي منين فيها عريس من جهة أمنية اللي فيها عادل الإمام اللي برضو مهما كان درجة نفوذك الأمني فأنا عادل الإمام أنا البطل أنا المصري أنا الرجل اللي أقدر يعني أسخر من هذه السلطة الأمنية وأقدر أواجهها راس براس وأقدر ألفه وضر حواليها بفهلاوة شديدة فهنلاقي عنيس من جهة أمنية ثم أنا رأيي واحدة من قمة أعمال كشف فساد المجتمع المصري في مرجان أحمد مرجان ورغم أنه الفيلم يبدو وكأنه برا منطقة السياسة ورغم أن الفيلم يبدو وكأنه مش من أعمال أستاذ وحيد حامد أو الأستاذ ين رملي أو غيرهم من الأسماء الكبيرة في عالم الكتابة السينمائية السياسية إلى أن أستاذ يوسف معاطي والأستاذ عادل الإمام والتجربة دي أضرأول بتاعة سفرة والعمارة وعليس من جهة أمنية ومرجان الأحمد مرجان دي تجربة يعني الأستاذ عادل الإمام شريك في الكتابة فيها بقوة شريك في الكتابة بقوة فلاي مرجان أحمد مرجان لم يعري تهرق المجتمع المصري في الفترة دي أدى هذا الفيلم للغاية دلوقتي الناس يقول لك الشاي بالياسمين وإشارات لكل الطيارات الإسلامي والمتطرف والسلطة والدولة وشوف قد إيه يمكن للجميع الحلزونة الحلزونة يعني والمثقف وكل فيلم مهم للغاية في إيطار إن اللي يقول على عادل الإمام أصله خد موقع يا رجل ده في عمارة عقبيان بيكلم عن نحن نحن في يعني في زمن المسخ يعني في واحد نجم من نجوم العالم العربي النجم الأعظم اللي مرضي عنه من الكافة اللي السلطة بتفرش له سجادة الحمرة بيطلع لهم إحنا في زمن المسخ وتقول لي أصله كان بيهدن السلطة سلطة إيه اللي يهدنها عادل الإمام يعني عادل الإمام هو الذي تهدنه السلطة ويرفض مش مش هو اللي يهدنها فكل هذه الأفلام اللي البعض يتصور ويتعامل مع أنها ما أعتبرك أنها صوت سلطة مش هي إطلاق بالعكس ده فيها كشف لها من الداخل تعريه لها من أعلى فطح لها ويرهان على أنه يبقى في جانب إصلاحي جوه هذه السلطة قادر على أنه يتفهم أنه إحنا في مشكلة وفي أنه إحنا في بالل وقعنش تفهم فما عمل لنا الزهايمر في 2010 اللي هو يعني يلا غوره في ستين ده اللي هو فعلا وكانه بيقول يعني لقد قدمت لكم سينمائيا بعد كده طبعا بيكمل مشروعه في مسلسلاته البديعة لكن كانه بيقول لنا يا الله غوره في ستين بتاع يعني سأفصل بيني وبينكم بهذا الفيلم واللي وكأنه يعني فيلم كاشف رائع وفيه مشهد من مشاهد هو والسيد سعيد صالح فيه يعني من مشاهد التي تدرس في تاريخ السينما لأنه عاد الإمام لأنه طول الوقت لما الناس بتريد تحسيبه لك مين أحسن ممثل طبعا من مصر مليانة عبقرة في التمثيل عبقرة يعني الفروق ما بين ميسي ورونالدو صعبة جدا فيها يعني عندنا 10-12 ميسي 14-15 رونالدو في التمثيل فالفروق تكاد لا ترى بالعين المجردة لكن بالنسبة لعاد الإمام ليه هو مختلف عن الآخرين التمثيل مدرستين يا جماعة مدرسة التقمص أنا ممثل شخصية الشخصية دي فأتقمصها فأفكر زيها واتصرف زيها واتحرك زيها أنا أنا بالضبط أنا أنا أحمد زكي بعمل السادات فأنا بالسادات أو أنا عاد الإمام بعمل دور الولد بتاع الهلفوت يعني متخلف عقليا نسبيا واللي فيه حركات عصبية فدي الأدوار المركبة المصريين نطاف طبعا احنا كجمهور بنقيس الممثل بالأدوار المركبة مش بالأدوار العادية اللي انت سايب ايدك فيها زمان كان حصل جدل بينه بين الراحل الجميل فانا الموسيقر الرائع احمد الحجار فانو امكانيات الصوت بين فين الصوت اللي بيغني وهو في أعلى يعني درجاته صوتيا ولا هو ببساطة من تحت خالص من الجواب مش بالقرار فقال لي عشان تعرف الصوت حل او الصوت متمكن وط الصوت مش تعليه لو انا حاول تاخد المثل ده لو كان صحيحا وسليما يعني التمثل به في السينما او في التشخيص عموما الادوار اللي المركبة انا زعلان انا غضبان بقى انا مش طيائكم انتم مين اخرجوا بارا اه انفعالات تسمح للممثل انه يستجلب مشاعرك ويعجابك احيانا ودايما بيعملوها في المسرح وهي يوم واقف ويعمل كده عشان تسقافه ليه عمالنا الدور اللي الحتاية بتاعة الشخصات المركبة المنفعلة اللي هنزل على رجبيتي كده فهلازم نسقف ليه لانه عمالنا الحالة المركبة المعقدة في المشهد دي انما لو انت بتكلم ببساطة وبتعبر من جوه وبدون ما يبقى القصة فيها تقمص او شخصية مركبة فدي جسر يقولك شخصية الكفيف اسهل شخصية تمثل او شخصية الاخرص وما عندنا ممثلين كلهم برعوا فيها على فكرة ده مجد صالح سليم كله ايم على تمثيل شخصية الاعمى في الشموع السودة الست افلام التانية ما حدش حاسس بيه اساسا فليه لانه دي الادوار المركبة اللي تبدو انها مركبة سهلة فلما نجي نحسب الممثلين ونحسب اداء العباقرة بتوعدهم كلهم عباقرة نشتغل على العادي على الدور المنبسط مش الدور اللي صاحب النتوءات المركب فنعرف القدرات ثم انا من انصار الممثل اللي بيدير الشخصية مش اللي الشخصية بتديره لكن عموما يبقى بصرف النظر عن كل هذه الامور وطبقا ايضا لكل هذه الامور يبقى ان صاحب التنوع الاوسع وصاحب المساح الاجبر وصاحب الخلود الفني الاعظم هو هذا الرجل عادل امام عادل امام كل سنة وانت طيب ومصر طيبة واحنا كشعب مصر هنهديك خلادة النيل ان لم تكن الدولة تهديها لك فانت لا بد ان تحصل من المصريين على هذا العنق على هذا الكتف نضع خلادة النيل للفنان الاعظم فضل فضل ترجمة نانسي قنقر